بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما علمنا أن نحمد والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد أيها الإخوة الفضلاء أيها الأخوات الفاضلات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على مائدة القرآن مع سورة القلم وهذه الصورة كما هو معلوم من أوائل الصور نزولا يقال أنها نزلت بعد المدثر أو بعد صورة العلق والمولى سبحانه وتعالى إذ ذكر التعليم في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم في هذه الصورة ذكر القلم وهذه الصورة التي بين أيدينا اليوم هي صورة القلم القلم له صورة مختصة به لأن الإنسان فعلا يتعلم بالقلم القلم يكتب والتعلم بالكتابة هو أساس عمليات التعليم ما زال التعليم منذ أن بدأ التعليم إلى يومنا هذا والتعليم بالقلم نون حرف والقلم أداة يكتب بها الحرف وما يصطرون هو الشيء الذي يكتبونه بالقلم فيكسم الله تعالى بالحرف الذي نكتبه بالقلم الذي نكتب به بالكلمات التي نكتبها نون والقلم وما يصطرون هذا القسم على ماذا؟ على ماذا يكسم المولى سبحانه وتعالى؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون العقل وذروة العقل وأفضل العقلاء هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ حمل هذه الدعوة وحمل هذه الرسالة إلى الناس أجمعين بالتياسر بالعطف بالرحمة بالحنان عليهم بالرحمة لهم أنون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون المجنون غائب العقل المجنون أفعاله لا يمكن أن تنتمي إلى الحكمة بشيء فكيف يكون هذا القرآن؟ وكيف تكون الهدايات التي يتضمنها القرآن هدى ورحمة للمؤمنين؟ كيف يكون هذا من نوع الجنون؟ ثم إن محمدا نفسه عليه الصلاة والسلام آتاه الله القرآن ومثله معه فأحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام الموجودة في صحيحي البخاري ومسلم وفي السنان سنة الترمذي وابو عبي داود وابن ماجا وغيرهم يعني كل هذه الأحاديث التي حمرت إلينا بالأسانيد الصحيحة كلها أيضا من باب الحكمة من باب الرحمة كيف يكون هذا ومثل هذا يتهم بالجنون؟ بل هم المجانين بل هم الذين خابوا وخسروا لكن المولى في البداية يريد أن يرد عليهم دعوتهم وأن يؤكد صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام ولكننا نلمح أن الرد غير مستفز وغير مستفز كثير من الناس إذا قيلت له كلمة مثلا ذم يكيل الصاعين أو ثلاث صاعات لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أن لا نكون مستفزين وأن لا تكون حركتنا ردود لأفعال الناس يقول نون والقلم يقول الله تعالى نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون قالوا له أنت مجنون قال أنا لست مجنونا فكان يمكنه أن يسبهم أو أن يستفزهم بكلام آخر لكن العقلاء لا يفتحون عليهم جبهاتهم في غنا عنها لو اقتتلنا معهم لو تساببنا لو تشاتمنا سيقال إن محمدا يسب الناس ويضاربهم ويسيوا إليهم اقتلوا أصحابه هم قتلوا أصحابه وهم مسالمون فكيف لو أنهم ردوا بكلمة واحدة لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليهم وهم يعذبون لا يستطيع أن ينصرهم ولكنه يقول صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وهكذا كان يعذب بلال وآل ياسر والكثير من الصحابة خباب ابن عدي وغيرهم كثير كلهم تعرضوا للعذاب لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبرهم ويرجوهم أن لا يكون منهم أي شيء من ردود الفعل غير المدروسة لأن الدعوة في تلك المرحلة كانت بحاجة إلى أنصار وأعوان والكلمة القاسية قد تبعد ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم هؤلاء الذين عذبوا الصحابة قد يأتي عليهم يوم من الأيام يناصرون الصحابة ويكونونهم من الصحابة وهكذا الله سبحانه وتعالى يطلب مننا أن نزرع الزرعة ونصبر فاصبر صبرا جميلا وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام حماه الله وأشاد به وبأخلاقه ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون أجر النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع أبدا لأنه هو دلنا على الخير وأصحابه دلونا من ورائه والتابعون دلونا نحن ونحن دللنا الذين بعدنا وهكذا فأجر النبي عليه الصلاة والسلام دائم مستمر ما دامت هذه الدعوة حتى يوم القيامة والحسنات تزداد إن شاء الله بسبب الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير كل من يمشي في طريق الخير الله سبحانه وتعالى يأجره ويعطيه الثواب ويجزل له الحساب والعطاء والمهم أن نثبت ونستمر ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلوكا عظيم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق أصحابه رضي الله تعالى عنهم هي التي بلغت بهم وأوصلت هذا الدين إلى ما وصل إليه لصبرهم وثباتهم وحسن سلوكهم فقد كانوا ترجمة لما يدعون إليه من خصال الخير عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق النبي صلوات ربي وسلامه عليه قالت كان خلقه القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآن في شلوكه كأنه ترجم للقرآن والصحابة من بعده حرسوا على هذه السيرة العطرة والأعمال الفاضلة حتى ذكروا في القرآن الكريم بأفضل ما ذكر به أصحاب نبي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين هكذا كان أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثبتوا واستقروا وحموا هذا الدين وبلغوا هذا الدين وساروا بهذا الدين بعيدا بعيدا إلى شتى أنحاء الأرض حتى أعز الله من راتب الدين ورسها قواعد الإسلام وانتشر الحق والعدل في مشارق الأرض ومغاربها ويؤكد القرآن خلال سورة القلم أن الكافرين حريصون على وضع العراقيل في طريق الدعوة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويعيدون الكرة تل والكر والمرة تل والمرة ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ستظل البشرية مشتاقة إلى هذا الدين كي يزيل همها ويكشف غمها ستظل البشرية تراوح مكانها حروب ودماء وأشلاء وأنقاض حتى ترجع إلى ربها الحروب العالمية الحرب العالمية أكلت أوروبا هدمت البيوت أزالت حضارات قتلت أطفال ونساء وأسالت الدماء أنهارا لكن العاقل من يتعظ بغيره والجاهل من لا يتعظ إلا بنفسه وقد لا يتعظ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته وبه يؤمنون يتدبرون آياته ويلتزمون أحكامه وهو الهادي إلى سواء السبيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته